موسيقى تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن قتل خمسون فردا من تنظيم داعش بهجوم نفذته مجموعات مسلحة مجهولة على موقع اجتماع لهم في منجم الملح شرقي مدينة الرقى السورية واندلعت اجتباكات عنيفة بين مسلحي تنظيم وقوات سوريا الديموراطية في أحياء المنصور والرشيد والمدينة القديمة ومناطق أخرى كما تدور اجتباكات مماثلة في حي الإدخار ومنطقة التعمير غرب المدينة أفاد تقرير سري للأمم المتحدة بشأن انتهاكات العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية أنه تم اعتراض شحنتين كوريتين شماليتين إلى وكالة تابعة للنظام السوري مسؤولة عن برنامج الأسلحة الكيميائية خلال الأشهر الستة الماضية التقرير لم يشر إلى تفاصيل بشأن موعد أو مكان عمليات الاعتراض تلك أو مكان التحويه الشحنات وصل وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الثلاثة إلى العاصمة العراقية بغداد في اليوم الثالث من هجوم تشنه القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على تل عفر آخر أكبر معاقل تنظيم داعش في محافظة نينوى شمالي البلاد وسيلتقي ماتيس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وكبار المسؤولين في بغداد على أن يجتمع برئيس إقليم كردستان العراقي مسعود برازاني في محافظة أربيل قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي يوم الثلاثة إن إيران يمكنها استئناف تخصيب اليورانيوم إلى مستوى عال خلال خمسة أيام إذا تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي المبرم في صيف عام 2015 وقال صالحي يمكننا في غضون خمسة أيام على الأكثر البدء بالتخصيب في مستوى 20% في مرشأة فوردو النووية مضيفا أن بلاده لا تحبض حدوث هذا الأمر وتبذل جهدا كبيرا لتنفيذ الاتفاق النووي قتل الجيش اليمني خمسة عشر فردا من الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع صالح في معارك في محافظة تعز واندلعت معارك عنيفة بين الطرفين في مديرية الصالو جنوب شرق تعز في وقت تستعيد فيه قوات الجيش الوطني لتنفيذ خطة واسعة لتحرير المديرية كما هجم الانقلابيون مواقع الجيش الوطني في قرية الصيار في محاولة للسيطرة عليها أثبت علماء أمريكيون أن التدخين بين الفينة والأخرى يضير صحة الإنسان بذات درجة تأثير التدخين بشرها وظهر المختصون أن تدخين الإنسان من حين إلى آخر سيؤدي مستقبلا إلى ذات مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية التي يؤدي إليها التدخين المستمر بمعدل عشرين سيجارة أو أكثر يوميا نهاية موجز في أمان الله اشتركوا في القناة